اهلا بكم مرة اخرى وطبعا بعد فترة طويلة جدا من عدم استقبالنا اي ضيوف في الاستوديو ينضم الينا ضيف لمناقشة الوضع الحالي في النمسا والذي يشغل الكثير من السكان النمسا بعد التعديدات الروسية النهوية على اوكرانيا وتنضم الينا الزميلة بوثينا سلام دكتورة بوثينا اهلا بك اهلا بك زميلة ري بوثينا طبعا المشاهدة تعود معنا عليك كمقدمة وكنت عادة معكيني هنا اهلا بك النهاردة هتشاركينا معلوماتك اللي انتي اللي عندك عن اقراص يوديد البوتاسيوم اه بوثينا اه من اين بدأت فكرة تخزين اقراص اليود اه طبعا ريم بدأت الفكرة انه اه من اول مشكلة اه مشكلة فوكوشيما اللي حصلت في اليابان في مارس عام 2011 وايضا القنبلة الذرية التي ارقيت اه على هوروشيما ونجازاكي ومشكلة كمان تشورنوبل اللي حصلت عام 1986 ده اثار اه شكوك ومخاوف كثير من الدول الاوروبية من اه تسربات او اه او تسريبات الاشعاع النووي وقامت الولايات المتحدة ببيع كمية كبيرة جدا من هذه الاقراص التي تسمى باقراص اليود اه تخوفا من مخاطر اه تسرب اليود اه المشاعر هو اه عدد الكتل بتاعه مية واحد وثلاثين ومية تلاتة وتلاتين اللي بيتصرب مباشرة بعد حدوث اه حوادث المفاعل النووي اه بيومين او اه تلات ايام طبعا انت اذا كان قصدك اه اه الحدث اللي حصل في الف ستة وتمانين ستة وتمانين بالزبط عام الف ستة وتمانين وطبعا ده ادى الى اه مشاكل كتير جدا حصل ان في اطفال كتير جدا بعد القنبلة الذرية التي ارقيت في اليابان ادت الى تشوه كثير من الاطفال واصيبة اه حوالي اتبعين في المية من الاشخاص بالسرطان الغدى الدرقية بعد خمسة وعشرين سنة من مشكلة او اه من حدوث اه مشكلة المفاعل النووي في شرنوبل وايضا اه مات حوالي خمسة وعشرين الف شخص اه من روسيا اثناء مشاركتهم في تنظيف اه المفاعل النووي ده حاجات كتير جدا خلت ان الناس بتبتدي تفكر او الدول الاوروبية والدول المتقدمة تفكر ازاي ان هي تقدر تواجه المشكلة دي. طبعا والنمسا بقت اه تفكر في تخزين الاقراس. اكيد طبعا. طبعا من ايام الحرب البردة اللي حصلت ما بين الولايات المتحدة واوروبا من جانب وبين الاتحاد السوفيتي من جانب اخر اه بدأت تفكر المانيا والنمسا بتخزين عدد كبير جدا من الاقراس وظلت اه في اه اماكن او مخازن سرية حيث حيث ايضا يوجد في المانيا حوالي سبعة مخازن لهذه الاقراس يوجد منها ثلاثة اه ثلاثة مخازن اه في اه بافاريا اه تحتوي على تسعة ملايين قرص والنمسا ايضا عندها مخازن من هذه اه الادوية تحسبا لحدوث اي حوادث او اه تسربات للحوادث النووية التي حدثت اه كما في اه الحرب البردة اللي كانت موجودة ايام الاتحاد انهيار الاتحاد السوفيتي. طب ايه هي مدى فعالية تلك الاقراس? اه طبعا بنقول انه كثير من الناس اه سألت ايه هي الاقراس دي? هل في فعلا اقراس اه ممكن تحمي من التسربات اه اليود المشاع ونظائره من اه التي تؤدي الى سرطان الغدة الدرقية? طبعا في حاجة اه او اقراس بتسمى اه يديد البوتاسيوم او يديد السوزيوم. هذه الاقراس بتعتبر اه اقراس اه او يود مستقر ويود غير مشاع بتقوم الغدة الدرقية وهي تعتبر العضو الوحيد في جسم الانسان الذي يقوم بامتصاص اليود في الجسم. هذه الغدة بتقوم بامتصاص اليود لانها ايضا اه بتحتوى على هرمون الثيروكسين الذي من تركيبته الكيميائية ايضا اليود. فبتمتص الغدة الدرقية ها هذه هذه الاقراس او اقراس يديد البوتاسيوم او السوزيوم فتتشبع من هذا اه اليود ولا اه اه وبعد ذلك لا يقوم بامكانية جسم الانسان او اي عضو اخر اه ان يقوم بامتصاص اه اليود واذا حدث اه امتصاص اي كمية من اليود المشاع بيتم بيتم اه التخلص منه التلقائية من جسم الانسان بعد تشبع الغدة الدرقية من هذا اه الدواء. طيب وايه هي نسبة الاشعة اللي ممكن اه اه ينتصها الجسم ممكن تؤدي لحدوث اي مرض. اه طبعا بعد حدوث اي حادث اه اشعاع النووي او حادث اه او او الكوارث النووية التي تحدث اه بيمتص الجسم الانسان عادة في الطبيعي كل واحد فينا كل سنة حوالي اتنين اه ملي اه سفرت من اه الاشعاع النووي اذا زادت هذه النسبة الى ميتين وخمسين ملي سفرت بتحدث فعلا الامراض التي تنجم من الاشعاع النووي اما اذا زادت هذه النسبة الى ربعمائة ملي فطبعا بتؤدي هذه النسبة الى الموت اه المحتم. اه نعم بوسينة طيب وزارة الصحة قالت اه انه طبعا في حالة اه هدوث اي اه هجوم نووي هيكون بس الاقراص متاحة لاشخاص معينة. ايه هي ايه هو طيب الوقت المناسب اللي ممكن ناخد في الاقراص دي. اه طبعا زي ما احنا قلنا من شوية انه بيتم تخزين هذه الاقراص بطريقة انه لو حصل اي مشكلة او حدث اي حادثة للمفاعلات النووية بيتم استخدامها بيتم تخزينها بطريقة انها تسمح انه بيستخدامها بسرعة اكبر. بيتم تخزينها اه في مقارب او مباني تحت اه المدارس الخاصة بالاطفال وتحت اه اه الاماكن بحيث تكون هي قريبة جدا من المنازل اللي هي الاشخاص اللي بتقل اعمرهم عن اه اربعين سنة. اه طبعا من المهم جدا بتحتبر فعالية هذه الاقراص فعالية مشروطة. يعني ايه فعالية مشروطة? انه اه هذه الاقراص يجب ان يتم تناولها قبل وقت قصير من مرور السحابة اه او سحابة الاشعاع النووي. اذا تم اخذ هذه الاقراص بعد مرور سحابة الاشعاع النووي فهذا بيؤدي الى اه طبعا تراجع فعالية هذه الاقراص. واذا تم تناولها بعد مرور اه اه بعد طبعا مرور اه السحابة اه بوقت قصير لا تكون لها اي فعالية بالفعل ولذلك اه حرصة النمسا اه او حرصة اه طبعا انه ممكن يكون في اه رياح بتؤدي او تكون محملة بهذا الاشعاب في اه في اوقات اه حدود هذه الحوادث على الحدود فممكن تكون الرياح تحمل بهذه اه السحابة المشعة وتوصل الى اه وتوصل طبعا الى اه النمسا وبالتالي يكون اه من المهم جدا انه اه يتم تناول هذه الاقراص اه قبل وقت قصير جدا من مرور السحابة النووية. طيب دايما اه وزارة الصحة حذرت من تناول اقراص اليود خصوصا ليه اه الاشخاص بداتا من عمر الاربعين عام. ليه? اه طبعا احنا بنقول انه الغدة الدراقية بتحتوي على هرمون الثيروكسين. نعم. بالنسبة ليه الاشخاص اللي بتزيد اعمارهم عن اربعين سنة فبيبتدي يقل او بتحصل اضطرابات في هرمون الغدة الدراقية اللي هو هرمون الثيروكسين. فطالما هرمون الثيروكسين آه قليل في الجسم فبتقدرش الغدة الدراقية ان هي آآ تمتص اليود المشاع اللي هو اللي بيحدث نتيجة الانفجارات والتفاعلات او المفاعل المفاعل النووي وبذلك بيكون للاشخاص اللي تبلغ اعمارهم اكتر من اربعين سنة آآ نسبة اصابتهم باليود المشاع بتكون قليلة جدا. ومن ناحية اخرى بتكون آآ نسبة اصابتهم بآآ الاعراض الجانبية لأقراص اليود المستقر أو أقراص يوديد البوتاسيوم أو السوديوم اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية بتكون نسبة إصابتهم بالأعراض الجنبية بهذه الأقراص كبيرة جدا زي سرطان الغد الدركية بالضبط نعم طيب يعني الأطفال في المدارس يعني هم اللي ينفعوا ياخدوهم يعني أنا سمعت برضو أن المدارس في النمسا ممكن تكون مضة أولياء الأمور على مثل هذه الورقة لتناول أطفالهم أقراص اليود بعد في حالة حدوث أي هجوم نووي طبعا أنه بالنسبة لأطفال بيكون هرمون الثيروكسين بالنسبة لهم أو الأشخاص اللي هم أقل من 40 سنة هرمون الثيروكسين اللي هو موجود في الغداء الدركية بيكون موجود بشكل نسبته بشكل طبيعي جدا فبيسمح للغدة الدركية أن هي تكون تقدر تستفيد من هذه الأقراص وتكون أيضا مشبعة بأقراص يوديد السوديم أو البوتسوم وتكون نسبة حمايتهم طبعا كبيرة جدا من اليود المشيع اللي هو اليود 131 و133 اللي طبعا بيبقى موجود بشكل كبير جدا بعد حدوث أي حادث من الحوادث المفاعل النووي شكرا لك الزميلة والدكتورة بوثينا على هذه المعلومات القيمة شكرا لك كريم شكرا